تحت رعاية صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السموة الملكية الأمير أندرو دوغيورك أقيمت بفندق الفورسينزز مساء أمس الفعالية الختامية للمسخة البحرينية الثانية من مسابقة رواد في القصر وبالشراكة مع صندوق العمل تمكينه وعند وصول صاحب السموة الملكية دوغيورك إلى موقع الفعالية كان معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين في مقدمة مستقبل سموه وفي بداية الحفلة ألقى صاحب السموة الملكية دوغيورك كلمة عرب فيها عن تقديره لنتائج الشراكة مع مملكة البحرين في مسابقة رواد في القصر منوها بالدور الذي تؤديه تمكين عبر هذه المشاركة في تعريف العالم برواد الأعمال البحرينيين فضلا عن استضافة رواد الأعمال في المملكة كما أكد أن المشاركين في هذه المسابقة بإمكانهم خلق فرص تغيير حقيقية لأعمالهم عبر الدعم والخبرة الريادية التي يمكن جنيها من خلال هذه المشاركة وفي كلمته الافتتاحية قال معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين إن هذا اللقاء السنوي الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد وأن تتشرف مملكة البحرين باستضافته يركز في مجمله على نشر ثقافة وروح ريادة الأعمال وتوسيع نطاقه عبر دعم رواد الأعمال في تجاربهم ومختلف مراحل مشاريعهم التجارية للبناء على خبراتهم والتواصل مع المجتمع الأكبر لريادة الأعمال بما فيه من خبرات وتجارب مخضرمة لتقديم إنموذج أكثر تميزا في هذا المجال وأشار معاليه في سياق كلمته إلى أن هذه الفرصة تمثل قيمة مضافة لكل المشاركين وما تقدمه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوغيورك لرواد الأعمال من مختلف أنحاء الأعمال إنما هي مسيرة واعدة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار والإبداع في إطار دولي يسمح بتقديم تجربة فريدة ومتميزة من نوعها على المستوى الإبداعي وقد قدم 12 رائد عمل خلال الفعالية الختامية مشاريعهم في عرض مدته ثلاث دقائق أمام حضور يضم عددا من المدعوين والمختصين في مجالات التكنولوجيا والإعلام وعدد من المستثمرين الذين قاموا بالتصويت على هذه المشاريع واختيار الفائزين منها الذين تأهلوا بفوزهم إلى النسخة الخليجية ومن المقرر أن تستضيف مملكة البحرين في أكتوبر المقبل النسخة الخليجية الثانية من المسابقة لهذا العام حيث تتنافس المجموعة المتأهلة من رواد الأعمال في النسخة البحرينية مع نظرائهم في الدول الخليجية وذلك للتأهل للمسابقة العالمية المزمع إقامتها بنهاية العام في قصر سان جيمس في لندن بالمملكة المتحدة